موضوح البحث العميق أصبح محط اهتمام كبير في الفترة الأخيرة وأطلقت شركات زي OpenAI، جوجل، XAI، Perplexity أدواتها الخاصة في هذا المجال من خلال موقعها الرسمي والنهاردة حنا هنتكلم بشكل سريع على هذه الأدوات وحنقارن ما بين البحث العميق في كل من GROC من XAI ومن خلال شاجي بيتي من OpenAI يجي بس السؤال مهم أكيد بيتردد في ذهننا إمتى أستخدم Deep Research الموجود في OpenAI أو الموجود في جوجل أو الموجود في Perplexity أو الموجود في XAI الموضوع فعلا يحير ممكن نقول كده بشكل بسيط لو بنتكلم عن أداة البحث العميق داخل OpenAI إن أداة البحث العميق داخل OpenAI بتشتغل على كل النماذج ولكنها بتعتمد على نموذج الأوسري المتقدم اللي بيدور عبر الإنترنت بيقرأ مئات الصفحات من ملفات PDF صور كمان بيجمع تقارير وبيديك سايتشن أو استشهاد العمل على التقرير بياخد ما بين 10 دقايق ل 30 دقايق أما بالنسبة لي وضع البحث العميق داخل جيميناي فبيكون منظم أكتر يعني الاستراتيجية اللي أيمع عليها البحث العميق داخل جوجل هي استراتيجية منظمة بتقوم على إنشاء خطة بحث بتفضل أكتر الأوراق الأكاديمية على المقالة الإخبارية يعني هنا الموضوع بيكون أكتر دقة فلو أنت شغال على Academic Research فمن الأفضل اللي أنت في الحالة دي تستخدم جيميناي من جوجل وكمان فيه إمكانية تعديل يدوي قبل عملية التنفيذ بالنسبة لي بريبليكستي بحث العميق داخل بريبليكستي بيقدم تقارير شاملة بيقوم بعشرات عمليات البحث وقراءة مئات المصادر ومع ذلك كل ده بيتمه في وقته قصير حوالي 3-4 دقايق ولكن في حاجة لاحظتها أثناء عملية استخدام البحث العميق في بريبليكستي إن دايما بريبليكستي بيستخدم المصادر الخاصة بالSocial Platforms زي Reddit وبالتالي بيكون فيه شوية شك فيه موثقية المصادر أو مش موثقية المصادر يعني دي مش مصادر علمية عشان كده لو أنت بتستخدم البحث العميق داخل بريبليكستي حاول أن أنت دايما تحرص في عملية البحث العميق خصوصا لما تكون شغالة على بحث أكاديمي إن أنت تكون بتدور في الأكاديميك الريسورش بيبرز والسكولوري بيبرز فدي حتة مهمة جدا تخد بالك منها وإنت بتستخدم خاصية البحث العميق داخل بريبليكستي لكن نقدر نقول أن بريبليكستي مثالي للأفراد مثالي لو أنت مبدع content creator عايز بحث سريع وفعال من حيث التكلفة فحيكون مناسب لأنه بريبليكستي بيقدم لك خصة محدودة بشكل يومي ممكن تجرب فيها الديب ريسورش بشكل مجاني أما بالنسبة للإكس إي آي هتكون مفضلة للسوشيال ميديا مانيجرز لأن كل المعلومات حديثة من منصة إكس وأبتو ديت ولو أنت عايز تحصل معلومات محدثة بشكل مستمر فحيكون إكس إي آي مناسب لك بشكل عام نقدر نقول أن استفادة من أدوات البحث العميق أكيد نتائجها كويسة سواء أنت كنت بتستخدمها من خلال OpenAI أو من خلال جوجل أو من خلال بريبليكسي أو من خلال XCI ومن وجهة نظري التجربة هي اللي بتجاوب على هذا السؤال النهاردة حنعمل إيه من خلال الفيديو؟ النهاردة حنقارن ما بين جراك وما بين شات جي بي تي من خلال استخدام ميزة البحث العميق ونشوف النتيجة بنفس الأمر اللي حنستخدم فيه خاصية البحث العميق من خلال جراك أو من خلال شات جي بي تي ويلا بينا نشوف الفرق ما بين الاثنين أول منصة معي هي منصة شات جي بي تي يلا بينا أول حاجة حنستخدمها هي شات جي بي تي وحستخدم معيها النموذج O3 Mini Fast Add Advanced Reasoning وحبتدي هنا أحط السؤال معلش عشان الوقت فأقلت أبتدي أن أنا أحط البرومت أو الأمر ونتكلم كده مع بعض عملت إيه خطوة بخطوة أول حاجة هنا بقول له وعطيته اللينك بتاع الـ My YouTube Channel وعطيته اللينك بتاع الـ My YouTube Channel والناس تبتدي أنها تشوفهم وإديني 5 specific improvements إديني 5 حاجات ممكن أعملهم على القناة بتاعتي عشان تحسنها مع إعطائي بعض الأمثلة لهذه القنوات فهنا قال لي I will analyze the top 10 YouTube channels أنا حبتدي أحللهم وحعمل اللي أنت قلت عليه بس في شوية أسئلة عايزك تجاوبيني عليهم أول سؤال what type of tech content do you focus on تحبي أركز على إيه بالضبط الـ Content reviews, tutorials, news, deep dives أنا هنا حجاوبه طبعا قلت له tutorials and AI tools في الإجابة وهنا what's your target audience target audience أو جمهور المستهدف قلت له هو beginners اللي هم المبتدئين هنا بيقول لي يا طرى أنت عايزة تعملي improvement أو تحسين على إيه على المشاهدات على watch time وقت المشاهدة ولا زيادة عدد الاشتراكات أو المشتركين ولا engagement الناس تتفاعل من خلال comments أو like أو share هنا any competitors or channels you admire أنت معجب بعض القنوات معينة لمنافسين هنا أنا جوبته قلت له اللي أنا عايزة بالضبط وهنا قال لي great I will analyze the top 10 YouTube channels in the tech industry وبدأ أنه يحللها وهنا ألي common strategic of top tech tutorial YouTube channels الفيديو فرمات والstructure المفروض يكونوا إيه thumbnails and the title strategic وهنا أعطوني content style شكل الcontent إيه والaudience interaction techniques زي تخلي الaudience تفعله والconversion tactics for engagement برضو اللي يخلي فيه engagement أو الناس تبتدي تعلق لك أو تعمل like وهنا أيضا 5 improvement recommendation for info tech for you أعطاني خمس حاجات ممكن أن أعملها عشان أحسن من القناة بتاعتي هنا أعطاني طبعا السورسز زي ما إحنا شايفين هنا activity وهنا كانت الإجابة زي ما إنتوا شايفين يعني فين التوب 10 أنا مش شايفة أعطاني التوب 10 اللي لهم معرفش من غير ما يديني اسم التشانيلز أنا مش شايفة أعطاني أي examples على التشانيلز دي ممكن أبتدي أقول له give me examples for youtube channels لاحظ أن أنت في البحث العميخ في البلاس أنت ليه خمس مرات شهريا حاول أن أنت ما تضيعهمش هنا أعطاني العشر أسامي اللي هو المفروض أنه حلل هذه القنوات لأن أنا كنت عايزاهم بالأسامي فهنا أعطاني العشر أسامي زي ما إحنا شايفين دعنا بقى نروح لجراك ونشوف جراك هيتعامل إزاي مع السؤال يلا بينا مش هغير فيه أي حاجة هاخده copy زي ما هو وأبتدي أروح لجراك الوقت اللي أخده شات جي بي تي حوالي 10 دقايق هنشوف أو ممكن أقل شوية كمان هنشوف جراك هياخد وقت قديه هروح لجراك وهبتدي أفعل deep search أتأكد بس أنه أوقف على deep search بتدي أحط البرومت بتاعي الأمر بتاعي وهنا جراك 3 زي ما إحنا شايفين وهبتدي أدوز enter ونشوف النتيجة هو حاليا مفتوح في الـ premium لكن من المفترض أعتقد أنه هو هيكون في الـ premium plus مفتوح للتجربة مش عارفة هلا هيبدأ مفتوح على طول ولا لأ ده لسه مش عارفة بصراحة هنا بيبتدي يفكر ياناليز يريسيرش هنا بيبتدي يدور في الـ DE 14 ويبيجز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خلص عملية البحث العميق هنا أعطاني channel analysis and common elements للـ top 10 channels وكمان أعطاني improvements للـ channel بتاعتي بصف للـ channel بتاعتي وعطاني improvements لها وهنا بالنسبة للـ rank الخاص بالـ channels اللي هو شايف أنها أفضل channels أو top 10 channels والـ subscribers account كم واحد وبدأ يديني elements أو العناصر اللي بتساعد في عملية الـ engagement والتفاعل مع هذه القنوات وهنا improvements اللي أنا هعملها بناءا على اللي بتعمله هذه القنوات فممكن أنا حسن وطبعا هو بص في القناة بتاعتي عشان على هذا الأساس بيديني هذه النتائج طبعا ما تقرير طويل عريض صعب إن إحنا نقف عند كل جزئية فيه ولكن أنا بوريك الشكل العام هيكون عامل إزاي وهنا اللي هي اليوتيوب channels اللي هو رح لها من وجهة نظري أنا شايفة إن الأفضل يعني شكل مبدئي كده أو نظرة مبدئية أنا شايفة في التعامل الأفضل هيكون مع جروك في هذا النوع من البحث والنتيجة كان بالنسبة لي جروك هو الأفضل أتمنى أسمع رأيكم في التعليقات ولو حد فيكم جرب مثل البحث في جروك وفي شهر جي بيتي قولي مين كان أفضل أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTek4You وزيان بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر